رئيس الجمهورية قيس الصعيد غادرت صباحا اليوم بعثة طبية تونسية إلى إيطاليا لمعاعددة مجهودات الأطباء الإيطاليين في مقاومة تفشي فيروس كورونا في هذا البلد الصديق واجأت هذه المبادرة إثر اتصال هاتفي قام به رئيس الجمهورية بالرئيس الإيطالي سيرجو ماتيريلا تناولا فيه الوضع الصحي في إيطاليا وفي تونس والوضع الصحي في العالم كله وقد أعرب رئيس الجمهورية خلال هذا الاتصال عن استعداد تونس لإرسال وفد طبي لمعاعددة جهود السلطات الإيطالية على الرغم من توضع الإمكانات المتوفرة في تونس لأن الوضع اليوم في العالم يتعلق بالأمم كلها لا بدولة واحدة ويضم الوفد أطباء متطوعين متخصصين في التخدير والإنعاش وفي الأمن البيولوجي وأيضا ممرضين متطوعين متخصصين في الإنعاش الطبي وفي التخدير وفي الإنعاش وكان في توديع هذا الفريق الطبي بمطار العوين العسكري كل من وزير الدفاع الوطني ووزير الشؤون الخارجية والوزيرة مديرة الديوان الرئاسي وسفر إيطاليا بتونس والمستشار الأول لدى رئيس الجمهورية للأمن القومي المكلف بالكتابة القارة لمجلس الأمن القومي وعدد من الإطارات العسكرية